لسه بنتكلم في العشهر الأوائل من ذي الحجة والأعمال الصالحة والنهاردة هنتكلم في فكرة الصلح خير زي بقوله الصلح خير ونتصالح نين مع بعض قريبين لبعض ممكن يكونوا من نفس العيلة ممكن يكونوا من أخ مع أخوه أخ مع أخته أب مع ابنة أو ابن مع أمه أي أن كان يعني ممكن تكون العلاقة كلوس جدا قريبة جدا ماش حد غريب عنك ورغم ذلك على حاجات خيبة وتفة تلاقينا زعلانين مع بعض ومتخصمين طيب فكرة اللي أنا بقولها صوم وأعمل عمل خير وأنا بالحالة دي هل ممكن ربنا تقبل مني أو أنا نفسيا كده مبسوط بعض الناس لما تيجي تقول له عم ده أبوك ده أخوك ده أمك يقول لك لو الخير اللي هيجي لها أو الحسن اللي هيتيجي من وراه مش عايزة لو هدخل الجنة بسببه أنا مش عايزة أدخل الجنة تخيله ده كلام بتقال بالفعل أحيانا ممكن نقول بتقال من ورا القلب بس الواقع بيقول أن ده بيحصل أهمية أن العلاقات يعني يبقى فيها ود وسلام وحب بقاش فيه تشاحن وتغابض وبقاش فيه كره وبقاش فيه حقد وتبقى العلاقات كويسة ويبقى دايما بيننا وبين بعض يعني قلوب مطمئنة وقلوب تكون صالحة في التعامل مع الآخر ده شيء مهم جدا أنا هتكلم فيه مع شيخنا الفاضل والجليل واللي بكون دايما سعيد بوجوده معنا شيخ إسلام ردوان من علماء الأظهر الشريف أهلا بيك يا مولانا أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور محمد والتقديمة الجميلة والحلوة والكلام الحلو ده لازم لما يصدر يصدر عن حد مثقف الله يكرمك وقاري وكاتب الله يكرمك مش قاري بس الموضوع لا 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 بقاري ولا بكاتب أنا بتكلم بلغة أهلين وإخواتي اللي عادين والمشاهد اللي تحسين موضوع وقاري عايش في المجتمع مع الناس فربنا يبارك في حضرتك حتى الصلح خير وابنة صالح ومغني كمان دي أودية كل سنة حضرتك طيب كل سادة مشاهدي برنامج دنيا ودين وقناة تن وإخواننا العالم الإسلامي والعالم العربي كله وكل أهلينا في كل مكان يا رب وفي فلسطين وفي غزة وفي كل مكان طيبين وبخير وربنا ينصرنا وينصرهم يا رب اللهم أمين نحن في العشر الأول من شهر زلحجة والعشر الأول من شهر زلحجة عشر مبارك ويكفي أن ربنا سبحانه وتعالى وهو العظيم بجلال قدره ومنزلته سبحانه وتعالى أقسم بالعشر الأوائل من شهر زلحجة والعظيم لا يقسم إلا بعظيم وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نبه أن العشر دول العشر تيام دول يا دكتور محمد عشر مهمة جدا جميل وفي لمحة كده مبارح كده وبتكلم مع أحد لما الناس بتقصر العشرة دول على الصيام هو إحنا بنصوم العشرة بنصوم تسعة بنصوم تسعة تمام فلو سيدنا النبي كان يقصد من العمل الصالح الصيام فقط ما كانش يقال العشرة لأن اليوم العشرة ما بينصموش اللي هو يوم العيد فالعشر الأوائل من واحد لعشرة اللي هو يوم العيد سيدنا النبي نبهنا إنها أيام العمل الصالح وأيام العمل الصالح دي يا دكتور محمد المعنى ده معنى فطفاض تمام معنى واسع معنى كبير جدا كل اللي تقدر عليه من العمل الصالح في العشرة دول اعمله هو الطبيعي إنك تعمل العمل الصالح في كل أيام عمرك في كل أيام حياتك لكن ليه سيدنا النبي نبهنا العشرة دول لأن شرف الزمان شرف الأيام دي شرف الأيام العشرة دي إذا كنت بتعمل عمل صالح من صدقة من صيام من صلاة من إصلاح بين المتخاصمين زي ما حضرتك قلت كده ده في كل حياتك اجتهد أكتر في العشرة الأوائل من شهر ذي الحجة لأن لها منزلة عند الله سبحانه وتعالى